دلوقتي بمجرد ما نفتح فلاش سيبقى قدامنا ال Start Panel هل شرحنا عنها من شوية ال Start Panel لديك Option واحنا برضو ممكن ناخد نفس ال Option دي من قيمة File New بيطلع نفس ال Option دايما انت شايف دول هما دول بس قيمة recent File مش موجودة وال Template موجودة بشكل restricted اكتر يعني اذا ما نشايف بيوضح ايه لممكن تختار من قيمة File ضعب ال Click اختللنا File جديد اللي احنا عايزين نقوله في الزرسة ده من قيمة Window Workspace Layout Workspace Layout هو المساحة اللي انت بتستغل فيها او بشكل ال Panels وال Layout بتاع الفلاش زي ما نشايف انا فيه نسايف اتنين Profile او اتنين Layout واحد اسمه شايف واحد اسمه شايف واحد اسمه شايف دول وفيه حاجة نانية تحتها اسمها Default Default ده لو انت اللي اخبطت البانيلز بتوعك وعملت Default او عملت Click على Default بيرجعك ل Settings الأصلية بتاع الفلاش لو انا عملت Click على Default سيخرج حجم الفلاش او حجم اللي انت شايفه قدامك برا لان انا بشتغل على Resolution او على Size اقل من حجم المونيتور عشان File Size عشان نقدر نعمل File Size سوارا للتسجيب انا نعمله أخبط for Default واملت انت نعمل وخرج ذات الأية مرتبط بشكل Layout من برا مش بشكل File يعني انت ممكن تكون فتح فايل اسمه مثلا تست وشغال فيه وتفتح تست التو وتبقى شغال فيه برده بدرس اللي اوت يعني الارتباط بحجم اللي اوت مش بحجم الفايل او بشكل الفايل او كنت تشغل على فايل شكله ايه نبص على الحاجات تانية الجزء العليمين باسمه Panels او بيتعمل لها Open Close او بيتعمل لها Open Close او بيه سهم هنا سهم ده لو عمد كليك عليه بيعمل Close للPanels بتاعتك تمام الجزء اللي فوق الهو Color Mixer برضو بيتقفل ويتفتح اي Panel بيظهر جنبها السهم ده تمام بيتقفل ويتفتح فيه جنب السهم عبارة عن خمس نوع تحت بعض وجنبهم خمس نوع تحت بعض ومجرد من الماوس بتاعتك بيتغير شكله لشكل الماوس بتعموف يعني ده شكل الماوس بتاع كبر الحجم ده حجم التعموف او حرك لو انا هاخد ال Panel واجبها هنا زي من شايفين فيه جزء اسود بيظهر يقول لك ده الجزء المقترح ان انا احطها فيه هنجرب كده نعمل release او حط ال colors في جنب ال canvas الرئيسي ايه ال colors بتاعتك تمام لو انا رجعت تاني واخترت من قائمة window و لو انت بقيتم ويندو واخترت حجم تو مثلا رجعت مكانها اخرى لل settings الرئيسي فاتج تفاكر لو انا خبطت ال Panel او مش لاء ال Panel بتاعتك ايه من قايمة window وتختار ال work space layout او تتدور عليها في دول القايمة دي كلها تمام؟ وكلهم زي ما تشايف لهم اختفارات فالمفروض ان انت تحفظها عشان تبقى عارف ان انت بتحرك بشورتكات اطرع بكتير جدا من انت تعطي تدور على الحاجة الجزء ده اسم Tools تمام؟ Tools دي Tools مختلفة كل واحد فيهم له وظيفة احنا نشرحهم بالتفصيل الجزء ده اسم Color تمام؟ الجزء اللي تحت ده اسمه Option Option مرتبط بالتول اللي انت بتخترق او بتشغل عليها يعني انا عامل Selection Tool تمام؟ فحاطت Option بتوع Selection Tool لو اخترت Sub Selection Tool مفيش Option لا الجزء ده اللي هو Free Transform هنكليك عليه Free Transform اللي هو مختلفة وهي تانية زهرة يعني الـ Option مرتبط بالـ Option بالطول اللي هتعمل لها Selected في حاجة تانية كويسة في Flash تمام؟ العربة نعم؟ قوم تقوم بتشغل نعم؟ كيف تشغل نعم؟ انت ترقى نعم؟ اكبر نعم؟ فايل اختار هذا مثلا فايل اختار تمام اضطي فايل ELS و فيكتور ELS دول فايلات اختار عليها من قليل اضطوه فانا ممكن اختار مثلا اختار اختار و هاتف فايل اختار ثاني استعمل واحد فايل اسم اختار 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 ماذا قبل اختار الكمبيس هو الـ size 500 و 50 في 400 هذا الـ size فليكسابول قوي ممكن تغيره من هنا و ممكن تخليه make default يعني كل ما تفتح فايل فلاش جديد يبقى default بتاعه الـ settings بتاعتك اللي انت هتغيرها هنا يعني مثلا لو انا مثلا بعمل panel of key او panel panel الجزء اللي فوق بتاع ويبسايت غالبا هيبقى حاجمه مثلا 100 مثلا في 50 نعم مش للدرجاتي نعم ممكن نقول 300 300 350 اوكي اوكي مثلا ده اللي احنا هنشتغل عليه فانت لو من settings و عدت العمل تقليك make default اي نيو دوكيمنت اي نيو دوكيمنت بعد كده هتفتح حيبقى ده الصعير بتاعها كله cancel اوكي بص على الـ action panel دي حاجه اسميه action panel برضو زي ما شرحت فوق مع الـ panel التانية بيتعملها ducking الـ action script هو اللغة الـ embedded بي هو الـ flash ودي لغة مهمة بتخليك تعمل تخلي يعني بتدي قدرة اكتر على التحريك قدرة اكتر على الـ like عبر البرمجة وليست عبر الـ time line للـ flash object تمام؟ تخليز الى فوق ده اسمه timeline الـ timeline المتابعة عبارة عن ادول دي عبره عن time يعني هم الـ flash بيشتغل عن طريق تحريك الـ object على الـ line يعني مثلا نرسم دايرة صغيرة مثلا و انا بافترض ان انا عايز امشي دي الدايرة دي من هنا لحد هنا مثلا في 12 ثانية او مثلا في ثانية واحدة او في ثانية تين المربعات الصغيرة دول حسب حجم size بتاع الموفي بتاعك او setting بتاع الموفي بتاعتك اللي هو frame rate يعني بيعمل كام frame يعني بيحرك كام كدر في الثانية الفريم ريت للويب يعتبر 12 frame rate بس اكن كويس جدا لكن الانده لو بتشتغل للسينما او للتينفيديون او للفيديو ايديتنج او بتعمل انيميشن او بتعمل كارتون الفريم ريت دا المفروض يكون اعلى من كده يمكن اربعة وعشرين تقريبا اه اه لو انت غيرت الفريم ريت من من 12 ل 24 مثلا هتبقى كل واحدة من دول بتعمل اه واحدة على 24 من الثانية يعني انا لو جيت هنا عند الجزء دا كده بالزبط اللي هي الفريم ال 24 يبقى كل الجزء اللي انا ماشيته دا همشيه ثانية احدة وعلى سرق زي اللي احنا شغالين عليها دي انا بالزبط همشي ثانية كل 12 frame يعني هنا تمام الجزء اللي تحت هنا دا البروبرتي البروبرتي مرتبطة زي الابشن كده بالابشن كده بالابشن اللي موجود على مساحة الشغل او على الكنفس اه لما انا عمل في select هادا لي ال color بتاعه ماشي اه واداني ال line بتاعه عشان نشوف كده هيتغير ولا لا مثلا هغير ال line بتاعه للذع هتغيره هو هغير اللون بتاعه الرئيسي للاحمر مثلا وههغير حجم ال line ال hair line تمام ازى ما انت شايف اتغير لكن لو انا مثلا عندي اي حاجة تانية مثلا الـ text لو اخترت الـ A وحطيت هنا زي ما انتشايف الـ property اختلف هو هنا بيتكلم عن font و size ضع font و text ضع font لو انا هنا بيتكلم عن color و stroke و حاجات تانية هنراجع المعروضة بشكل مفصل بعد كده خليك فاكر workspace و default او انت ممكن تعمل settings و الثيارة نشوف الدرس الجاي